البخاري رحمه الله تعالى اشتهر من بين كثير من المحدثين بعفة لسانه يعني لما تقرأ مثلاً لبعض المحدثين يسأل مثلاً ما تقول في فلان الراوي فلان فيقول هذا كذب طيب وفلان لم أرى أكذب منه وفلان ثقة وفلان اتركوه هذا والضاع وفلان لا يدري ما يخرج من جوفه وفلان يعني في بعض العبارات قاسية وهي صحيحة تنطبق عليه لما يصير واحد يألف أحاديث على النبي صلى الله عليه وسلم طبيعي ستقول إنك كذاب البخاري رحمه الله تعالى كان يحتاط حتى في ألفاظه التي يتكلم بها يتحرج من أن يتكلم أحياناً بكلام فيه قسوة يخشى أن يكتب عليه غيبة فكان يقول اتركوه ما يقول كذاب والضاع هذا أكذب واحد في المدينة يؤلف الأحاديث على النبي عليه الصلاة والسلام لا اتركوه إذا قال تركوه معنى أكذب واحد لا تأخذ منه حديثاً أو يقول مثلاً أنكره الناس الناس يعني العلماء الذين لتقيتوا بهم أنكروا عنه حديثاً أو يقول متروك أو فيه نظر أو سكتوا عنه ومن النادر أن تسمع من البخاري كلمة والضاع أو كذب ولما قرأها بعضهم له في كتابه في التاريخ قالوا طيب أنت يا البخاري قلت في بعض الناس وضاع قال لم أقله من نفسي إنما حكيته عن غيري ما قلت أنا أنه وضاع قلت قال فلان إنه وضاع تحرُّجاً من أن يتكلم في هؤلاء تحرُّجاً